اذا لو قال لك قال لماذا جاء بباب الباب الرابع باب الخوف من الشيء نقول لان المحبب حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشيء ولان بعض الناس قد يقترب نفسه ويقول كما كان يقول الشيخ العلبان يا رحمه الله يا عرض يشتدي ما عليك تددي لا يخاف من الشيء لا يقول هذا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ابو الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام خليل الله أثنى الله عليه كسر الأسلام بيده ومع هذا يدعو يقول وجد ابني وبنيا نعبد الأصنام اذا انت من باب اولى اذا كان النبي صلى سلم يخاف على صحابة رضو الله عليه وهم افضل الخلق بعد الانبياء ورسل عليه الصلاة والسلام اذا نحن من باب اولى كيف نخاف من الشر ها من يعلم الآن أقول لكم كيف نخاف من الشر ها قراءة الباب سبحان الله لماذا نحفظ اقرأ عن الباب أي إنسان يسألك كيف نخاف من الشر تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلم باب الخوض من الشر وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الميشة صحيح تسرد عليه الباب كاملا مقفوض نعم أدلة وهذه ثمرة الحفر أدلة لأن الآن لا يمكن أن يأتي إنسان مثلا يناظر إنسان آخر في مسألة مثلا في القبور وكذا ويقول له فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام لا السلم متى يدرس سلم الوصول بعد أن تدرس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية حتى تغبط الأدلة بعدين أن نظر نسهل لك المراجعة أما تبدأ بالنظم خطأ في التوحيد أقصد لكن في الأصول ابدأ بالنظم لا إشكال في النحو ابدأ بالنظم لا إشكال أما في التوحيد لا تمام إذن كيف نخاف من الشرك بقراءة الباب كيف نخاف من الشرك حذرنا الله إن الله لا يخفر أن يشرك به خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابد أن نخاف نحن من باب أول خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابه إذن نحن من باب أول كيف نخاف من الشرك بجراسة التوحيد بجراسة الشرك حتى لا نقع فيه بالدعاء وجنوبني وبنيا نعبد الأصناق بالبراءة من الشرك وأهلي